ايوه الووو الله يساعده انا عارف ان احضرك الشيعي لو تحب تشارك معنا اي 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 انا شفت رقمه جيد خلديك عليا شوانك ستغل الحمدلله نحن الان بنقول نعم نحن نقول من الذي بيده ملكوته كل شيء انت اذكر مالك شيني هالنسوعة من يمك لا احنا انت انت تعتقد من الذي يتحكم في الكون الامام ام الله اكيد رب العالمين اكون اقع اعظم من الله سلام الله استغفى الله فى اتوه لي سلام الله على الله استغفى انا زلة لسان يعني رب العالمين قاله لا تحكم الله يتفاح وكلها انا بشر موه مو نبي طيب ما حكم من يقول ان الامام هو الذي يتحكم في الكون يعني موكلها مو صحيح ابدا مو صحيح فالذي يتحكم في الكون هو الله والولاية تكونية هذا باطل صح؟ طبعا شكرا ليك طبعا الله يتحكم كثبي شكرا ليك تحياتي لك انا بسهنة واصلا يشرح صدرك للحق يا رب فانت انسان عاقب والله والديك والله والله ايبا اوعى اقول لك ابو استاذ عيسى انا شوفت رقب كل يو اتوه بتخليق عليك اشوف اكتلب عليك هاي اتشرف بكم انا بس خلنا اقول لك شغلة ببارحة شفت فيديو عالتطبير يعني بالمثل مباشر واحد يقول لك انت سهلت على التطبير قلت ليش طبر على المام الحسين وهاي احنا التطبير هو شنو عاد ش رح له ما يصب انت انت ترى من التطبير عادة سيئة ولا حسنة احسنت انت اسمك كيش انا حسنين طيب حسنين تواصل معي بعد البث اعطيك رقم الخاص ونتواصل سويا انا وانت باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اكتب لي دلوقتي رسالة اكتب لي رسالة على الواتس اه حسنين اهلا وسنستعر حياة شكرا لك يا حسنين شفتم ايها الاكرم شفتم حسنين ماذا فعل ايها الاكرم ليه حسنين قالت ذلك حسنين قالت ذلك ثواني ثواني يا اخو حسنين قالت ذلك لان الاية التي لان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء شفتم الولاية التكوينية هذا كلام باطل اقرأ معايا الاية دي تعزي المجادر اللي خلت حسنين في الحلقة النهاردة يكر ان الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله وان الامام ليس بيده ولاية التكوينية اشكرك يا حسنين وانا عارف ان انت معايا في البث الان الله يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا حسنين كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله فالمشركين كانوا يكروا ان الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء يا حسنين وليس الامام كما انت قلت الان اشكرك يا حسنين واصل الله ان يشرح صدرك للحق وشكرا ايضا انك لا تقبل التطبير هؤلاء هم فعلا الشيع العقلاء اللي بيفقروا فعلا ولا يقبلون اي كلام يقول المعممين او يقولوا الحوزات بل يفكرون ويحكمون القرآن الكريم ويحكمون عقولهم كيف العقل يقبل التطبير وكيف العقل يقبل ان يوجد شريك لله شكرا لك يا حسنين وانتظر تتواصل معي بإذن الله ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد